هذا وتستمر وزارة الصحة في تكثيف حملات الفحص العشوائي للتقصي حول حالات بيروس كورونا بخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وجدت وزارة الصحة الدعوة إلى ضرورة موصلة التقيد بالتعليمات الصحية الصادرة عن الفريق الطبي الوطني مشيرة إلى أنه في ضوء استمرار التهون في الإجراءات الاحترازية فإننا لازمنا نشهد ارتفاعا في أعداد الحالات القائمة المسجلة يأتي هذا فيما تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بالتزامن مع الإعلان عن إقرار لقاح ثالث للاستخدام الطارئ في مملكة البحرين